بالعزمة والإرادة وبدعم الدولة تتكاتف الجهود في صحراء عين صالح لزراعة القمح عن طريق الرش المحوري كتجربة أولى انطلقت سنة 2016 على مساحة 300 هكتار قابلة للتوسعة وزعت على عشرة مستثمرين بمجرد أقسنا التجهيزات السقيمة من طرف المستثمر بإمكانيات خاصة دولة رفقهم كمقطع إدارية في تحصيل الوسائق السبوتي للعقار فتح فرع لتعاونية الحبوب والبقول الجافة ورفع التجميد عن مشروع إيصال الكهرباء للمحيطات الفلاحية من الأولويات لإنجاح هذه المشاريع نريد أن يكون هناك تعاونية لدينا هنا للتموين لكي يتثنى للفلاح ونقدره نمشي ونجيبه البزور كما بغينا في الوقت اللي نحتاجها هنا المشكلة المشكلة للكهرباء كما نرى البيفور قايم علينا بـ 456 مليون ونسلنا في الكهرباء إلى حد الآن نرى أنه فيه مدة ربع شهر فيه طاقة بديلة فيه توجه جديد من خلال هذا البرنامج استعمال أو استبدال الطاقة التقليدية بالطاقة البديلة طالما أن المنطقة تسخر بهذه المقدرات حوالي ثلاثة ساعة سنويا من الطاقة الشمسية ونظن باللي أقل تكلفة طاقة نظيفة جدا ونستغني عن كل العقابات التي تقف هائلا دون تشسيد البرنامج في إطار الطاقة التقليدية وبمعادلة حسابية بسيطة يحتاج سكان مقاطعة عن صالح البالغ عددهم خمسون ألف نسمة إلى خمسة وستين ألف قنطار من القمح سنويا لذا تراهن السلطات المحلية إلى رفع المساحة المسقية من ثلاثمائة هكتار إلى ألف وثلاثمائة هكتار شكرا